السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا نسخة من الميركل بوكس. اخر اصدار وتقدر تستخدمه في مجال وبطريقة سهلة جدا. تقدر تعمل من خلاله اه تخطي حساب جوجل او تحزف الباسورد او تقدر تفلش عليه وتقدر كمان تعمل اصلاح امي وكمان دعم حمايات الجديدة. وكمان المعالجات وكمان معالجات وكمان معالجات الكوالكم. وبضغط الزر واحدة تقدر تعمل اي عملية من العملات دي وبطريقة سهلة جدا. فعلا هينفعك لو انت فني مبتدئ. هنخش على الجهاز الكمبيوتر. طبعا بعد ما دخلنا على الجهاز الكمبيوتر اول تجربة هنجربها عشان نتأكد الميركل شغال اللي احنا هنبدأ ناخد نسخة من الفلاشة الموجودة على الجهاز التكنو ده. يعني هنعمل تجربة عملية على الجهاز ازاي نسحب الفلاشة. وان شاء الله يبقى فيه شرحات تانية على الميركل برضو. ازاي نعمل اصلاح امي لو معنا جهاز يعني. ازاي برضو آآ نفلش الجهاز عاملات كتير. بس هنمشي حاجة حاجة عشان طبعا ما نطولش بالفيديوهات. تمام? طبعا الجهاز ده معنا جهاز شغال ما وفوش اي مشاكل. بس الفكرة لو الجهاز مسلا واقف على الفتاحية على اللوجو وانت عايز تتأكد اللي انت تسحب الفلاشة بتاعته عشان لا تقدر الله لو انت مسلا بتعمل اي عملية او بتفلشه فلاشة غير فلاشته ممكن الجهاز يفصل منك فانت تستعاد الفلاشة دي تاني. هي نفس الفكرة لو الجهاز شغال او جهاز في خلل لازم تسحب الفلاشة بتاعته ده الصح. تمام? انا بضغط هنا تمام? على الاختيار ده. وده معي معالج يعني الجهاز اللي معايا ده. ده معالج وشرحت ازاي تعرف المعالج شرحته مية مرة وعندكم شرحات في القناة. تمام? انا عارف الجهاز ده مع ميديا تيك. ببدأ بضغط على الاختيار ده. وبعد كده بضغط على بتاع الخاص بالميركل. وبعد كده بوصل الجهاز زي ما هيقول لك بالضبط. يعني هنا هيقول لك مسلا آآ وصل الجهاز وتكون ضغط على زر التعليق الصوت وخفض الصوت. الاب والدوت. تمام? اللي هو التعليق والتوطيق. تمام? هنبصل الجهاز طبعا. او لو الجهاز واقف على التحية برضه ومنقفله باور. وبنضغط على زر التعليق الصوت وخفض الصوت على اسنان العملية علشان الجهاز يبوت معك. عشان الجهاز اصلا يقبل معك تبويت لازم يكون مسابطة تعريفات وتضغط على الازرار اللي هو زيارة عادة صوت وخفض الصوت عشان يبدأ يبوت معك. غير كده الجهاز هيظهر معك خطأ. غير كده الجهاز هيظهر معك خطأ. تمام? بعد ما توصل الجهاز تمام? وممكن برضو الكابل يعلق معك مش من اول مرة تبدل تضغط على التلات ظهرار مع بعض اللي هو عشان تخلي الجهاز يفتح تاني وتقفله اجبال تاني وتكون دغط على زيارة عادة الصوت وخفض الصوت. وتكون موصل الكابل بعدك. تمام? لسلات الخطأ اللي ظهرت دي دي ما فياش اي مشكلة. بتكنزيلها عادي. هنا بيفتح لك البعد ما بيبوت معاك بيظهر لك الحاجات اللي انت عايز تاخدها من الجهاز. يعني بيظهر لك بيعملك زي قراءة اللي هي موجودة على الجهاز. يعني بيقرأ الزاكرة اللي موجودة على الجهاز. انت لو علمت على الاختيار ده كده نزوم شوية. لو علمت على الاختيار ده هو هيعلم على كل الملفات. طبعا انا لو علمت كل الملفات هياخد وقت لما ينسخ الفلاش. هممكن تلاقي الفلاشة بتاعت الجهاز تلاتين جيجا. تمام? ليه? عشان بينسخ ملاف اسمه يوزر داتا. يوزر داتا ده هتلاقي مسحته خمسة وعشرين جيجا مسا. وبتاخد وقت في النقل. فانا مفروض اصلا لو انا بسحب فلاشة من جهاز يفضل انا مسحبش اليوزر داتا. ما ينفعش اسحب اليوزر داتا. هياخد مني وقت. وطبعا ممكن يبقى عليه داتا خاصة بالعميل. فطبعا قدها لجهاز تاني هلاقي الحاجة بتاعت الراجل راحت لشخص تاني. تمام? فانا الصح. اللي انا معلمش على اليوزر داتا. تمام? معلمش على اليوزر. طب لو جز بتاعي شخصي ما فيش مشكلة خاص بي انا. وانا عايز احتفظ بالداتا ما فيش مشكلة يبقى هو هتاخد اليوزر داتا وهتسيبه ايه? يكمل معك. تمام? طبعا الرسالة دي بيقول لك هتحفظ فين. بعد ما علمت علامة صح هتحفظ فين? انا بحفظ مسلا على سطح المكتب. بحفظ على ادي اشوف اي مكان فاضي. بحفظ فيه الملف اللي هتحفظ اللي هو الخاص بيه اللي هي النسخة اللي هي هتتنسخ من الجهاز. يعني احنا كده بناخد بيقب فلاشة كاملة الموجودة على الجهاز. فلاشة بقى لو جهاز سليم فلاشته سليم. لو جهاز واقف على الفتاحية برضه تاخد الفلاشة وهي واقف على الفتاحية. علشان بيجينا اجهزة وبتبقى الاصدارات مختلفة. فتيجي تفلش الجهاز يقطع منك. تيجي تحاول ترجع له الفلاشة تاني ترجعه حتى شغل الزوين تاني ما بتعرفش. فالطريقة دي اللي انت تاخد نسخة من الفلاشة. بس فكرة اللي انا عمل شرح عملي اللي انا بأكد لكم الميركل شغال. وعشان الناس تبع عارفة برضو النسخة دي بتشتغل بدون نت او بنت. يعني لو نت يشغل معاك البرنامج شغال. النيت مش شغال معاك. هيشتغل من غير نت عادي مفوش اي مشكلة. يعني النسخة دي بتشتغل كده او كده. عشان ما تكتب ليش في التعليقات. اصلي افتح النيت او افصل النيت براحتك يا باشا شغل النيت من غير نت. البرنامج مفوت بيشتغل معاك. تمام? طبعا ناس كتير اه ما عندهاش امكانية. مسلا يستخدموا الادوات اللي هي زي قال لك كتول مسلا. او ما عندهمش وسيلة دفع. ما انت ممكن تستخدم النسخة دي كشغل اه تشتغل بي يعني. وتستخدمه في شغلك يعني. وفي نفس الوقت تغطى بيه حساب جوجل تعمل اصلاح لبعض الاجهزة. هو عاماتا الميركل قوي جدا فيه التعامل مع الاجهزة. على فكرة وكمان فيه تخطي حساب جوجل. يعني بتخطي حساب جوجل لبعض الاجهزة الحديثة. مش هنقولها اجهزة حديثة قوي. بس يعني معظم الاجهزة اللي بتجينا. هتقبل على الميركل عشان تبع عارف. تمام? يعني النسخة دي ولا اتنين وتمانين هقول لك النسخة دي. يعني الاصدار لاتنين وتمانين او تسعة وتمانين للنزل. طبعا اصدارات قديمة. فبتقبل الاجهزة القديمة قوي. ده اصدار جديد. يعني دعم حمايات جديدة. عشان استبع عارف. يعني ما تقوليش مسلا ده زي القديم. لا. ده حاجة والتاني حاجة تاني خالص. ده تقدر تفلش بيه اجهزة حديثة? آه. تقدر عشان تبقى عارف. وده التاريخ اهو. ده التاريخ. اللي احنا عاملنا عليه شرح. تمام? علشان ناس ما تجيش تقولي ده ممكن انت مصور فيديو ده قديم ولا حاجة. لا. انا بوريك التاريخ اهو. اللي هو الميركل شغال اهو موقفش. الميركل شغال النسخة. احنا مستخدمها في مجال السوفتوير. شغالة معنا. هي ما فيهاش اي مشاكل. تمام? وبنعمل على تجربة هي علشان ما بتقاش يعني شكل واجهها وخلاص. لا هي شغالها معاك. ما فيهاش اي مشاكل. تمام? وطبعا دي قوام خاصة اه زي اجهز سامسونج اه قسم خاص باجهزة كوالكم. اه قسم خاص باجهزة الاس بدي معالجات الاس بدي. تمام? وطبعا كل قسم من الاقساب دي في قسم خاص تخطي حساب جوجل. قسم خاص تخطي حساب اه الهواوي. تمام? اه قسم خاص بتخطي الباسورد. قسم خاص اللي معرفة الباسورد. تمام? بتعمل القراءة ليه الباسورد الموجود على الجهاز زي معالجات الميديا تيك تمام? تعمل ست للباسورد تحزف الباسورد بس وما تحزفش البيانات هتلاقي كل حاجة موجودة في وان شاء الله هيبقى فيه شرحات كاملة عملي على النسخة دي تمام? علشان تعرف آآ كل جهاز دي هستخدم العملية بتاعته ازاي? بس هو الميركر سهل جدا هو نفس فكرة الميركر الاتنين وتمانين اللي هنا كلنا عملينا الشرحات. بس ده اتطور اللي هو النسخة دي متطورة اللي هي دعم الحمايات الجديدة ودعم اجهزة جديدة. يعني هتلاقي فيه اجهزة كتيرة جديدة داخل البرنامج او داخل الواجهة. تمام? الواجهة كلمة كانت الاول بتظهر مخفية. في الاصدارات القبل كده. الاصدار ده ظهر كلمة ومنوره كل حاجة. وزي ما انا قلت اليوزر ده اهو بياخد وقت جامد اثناء عملية النسخ. واثناء عملية التفليش. يعني انا دلوقتي لو انا بنسخ باخد نسخة من الفلاشة من الجهاز ده. وعلمت على اليوزر داتا ما اقول ليش ما اقولش مسلا الجهاز ده مسلا يخلص معايا بسرعة او هينسخ الفلاشة بسرعة لأ. هياخد وقت جامد. فانا لو مش عايز اخد نسخة من اليوزر داتا هيخليني اه لنا اه مساحة الملف اللي انا خدته نسخ يعني نسخة من الجهاز هيبدأ المساحة بتاعته هتقول بقى قليلة. وفي نفس الوقت قدر افليش اي جهاز. تمام? وفي نفس الوقت اه لو انا حملت اللي علمت على اليوزر داتا اسناء نسخ الملفات. تمام? اللي هي خاصة بالجهاز. اجي استعاد الملف ده مسلا هياخد وقت جامد. واسناء سحبه برضو زي متش شايفين كده. فانا الصح في شغل السوفتوير مش لازم تختار اليوزر داتا. تمام? مش لازم تختار اليوزر داتا. عشان بتبقى مساحته خمسة وعشرين جيجا وممكن اكتر كمان. فبياخد مساحة كمان على جهازك. يعني دلوقتي لما اخد النسخة الفلاشة دي احتفظ بيها. بمعنى مفروض الصح يا شباب عشان هست بعرفة. اي جهاز يجي لك مهما كان اسحب الفلاشة بتاعته. بالذات المعالجات الميديا تيك اللي مش معروفة. الاجهزة الكوبي. اسحب الفلاشة بتاعته وكتب كل موديل واكتب بياناته. علشان لما الجهاز ده يجي لك هتعف تدير الفلاشة دي يرجع يشتغل تاني. علشان معظم الفلاشات دي مش هتلاقيها متوفرة على جوجل. مش هتلاقيها موفرة على جوجل. تمام? يعني اي جهاز مش هتخسر حاجة لما تسحب الفلاشة بتاعته. اي جهاز اسحب الفلاشة بتاعته هتلف الايام وهيجي لك الجهاز ده تاني وانت الوحيد اللي هتعمل الجهاز. ليه? عشان انت اساسا سحبت الفلاشة بتاعته قبل كده. لو انت بقى معاكش الفلاشة هيجي غيرك برضو يكون شاطر سحب الفلاشة بتاعته هيعملك الجهاز اللي مع الناس يعني اللي بتجي لك الزباين وهيجي يقول لك مسلا الراجل الفنان الفنان مسلا روحت له معرفش يعمل الجهاز. هو مش هيبص بقى لانت بقى ما عندكش الفلاشة او ساحب الفلاشة. اتعود يبقى انت عندك كل الامكانيات آآ اللي تساعدك في شغلك. فلاشة مش هتخسر حاجة لما تسحب الفلاشة بتاعتك. تمام? هتلب في الايام هيجي لك الجهاز تعمل نفس الجهاز آآ اللي معك هتدير له الفلاشة يرجع يشتغل. بس ازاي ما انا قلت لازم تكتب بياناته كلها. يعني اي جهاز لازم تكتب البيانات عشان تعرف. تمام? نحن نقدم الفيديو بس عشان اليوزر ده بياخد وقت شوية. تمام? آآ فالفكرة كلها يا جماعة آآ الادوات اللي احنا بنقدمها في القناة. ان كان بقى تحاسف البصورد ان كان تخطي حساب جوجل. ان كان خاصة بتفليش. ان كان شرحات. آآ ازاي اعرف المعالج ازاي ازاي ابقى فن سوفتوير. كل حاجة دي موجودة عندكم. لو تبعت كل الفيديوهات دي هتبقى فن سوفتوير محترف ان شاء الله. تمام? ولازم بعد ما عملت عمل بيكب من الفلاشة. تمام? لازم كلمة كده تظهر. يبقى انت كده نسخت الملفات كلها. لو كانسلت العملية دي مش هيبقى الملفات دي كاملة. وهي زالك ملفز قطر اللي انت بتختاره. طب انا دلوقتي حبيت مسلا افلش الجهاز ده تاني. حبيت مسلا الجهاز ده جايلي وعاز افلش الجهاز ده مسلا. تمام? بقى ابدأ زي ما تشعبين كده مساحت اشوف اديه اليوزر داتا. خدوا بالكم. ملف اليوزر داتا كبير جدا. ملف السيستم بقى موقع تلاقي تنين جيجا. حاجة عادية يعني. ده الطبيعي. ملف السيستم لازم تنسخه. تعمل بيكب لي يعني. بس اليوزر داتا مساحته خمسة وعشرين جيجا وملوش لازمة اللي انت تاخد منه بيكب. تمام? تشير علامة الصح من عليه. اهو. مساحته بتتبقى كبيرة. هنا ملف سكتر. الملف سكتر ده انت بتختاره اسناء عملية التفليش. لو هتفلش الجهاز ده تاني. او جهاز نفس الموديل. عشان استبقى عارفة. بتختاره. من هنا كده مسلا. الاختيار ده. هيفتح لك الخنة اللي تحت دي بتختار الجهاز وتوصل الجهاز هو مغلق تاني. وتبدأ الجهاز يفتح لك القيمة يقولك انت عايز تفلش الفلاشة كلها. ولا عايز تعلمها علامة صحة كلها اعلم مش عايز هتعلم مسلا ملف سيستم بس ما فيش مشكلة. تمام? بعد ما اترجع الملفات اوه. باختار ملف سكتر باطر طبعا مكان المسار بتاعي. وبعد كده هزهر لكل البيانات وبضغط ووصل الجهاز زي ما انا وصلت واسناها عملية السحب الفلاشة. هي نفس الفكرة. فيش حاجة صعبة في الشرح. وطبعا لو اجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شكل القناة. واتفعل زر الجرس وعمل شي لاصحابك عشان غيرك استفاد. وطبعا ما نساش تعمل بلايك لو اعجبك الفيديو. وطبعا زي ما احنا متعودين ما تنساش طبعا تعمل شير للفيديو. علشان يوصل لعدد كبير من المستخدمين او الفنيين السوفتوير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.